اه هنتكلم في الفيديو ده عن اه البيع اه حسب الشرائح للعمل المستحلك. هنخش ادادات ادادة المستخدمين. فعم قاعة البيعات عام واحد. البيع حسب الشرائح البالي. اه اخد بالك اول حاجة هنا السمح بالرصيد السالب. ده الوضع الافتراض ان البرنامجة مسمحش بالرصيد السالب. اه السمح بتكرار الصنف الوضع الافتراضي ان انا اسمح بتكرار الصنف. اه ان انا قدر ابيع الصنف اكتر من المرة في نفس الفاتورة. اه ده مهم لو انا اه ببيع اه بونس. بونس يعني ايه? يعني هبيع كمية بسعر. وعليها كمية اخرى بقيمة صفر. سعرها صفر. يعني هدية. يعني بونس. يعني حسنا بيعت عشرة بسعر عشرة. يبقى كده الاجمالي عشرة في عشرة بمية. زي اتنين بسعر صفر. الاجمالي اتنين في صفر. بصفر. يبقى انا كده اديته اتناشر ولكن حسبته فقط على عشرة و اديته اتنين دهية. يبقى ده اه ان انا قررت الصنف في سطرين في الفاتورة. طبعا لو اولا شلت السماح بتكرار الصنف يبقى انا كده مش هقدر اقرر اه الصنف في الفاتورة. طعم. اه ومش هقدر بيجتلق بيع بونس يعني. خليني اتكلم على البيع حسب الشرايح هجبالي العبيل المستهلك. خليني نقول له حفز كده. اه هخش ادارة الانشآت وانشاء الاصناف. في عندي عمود هنا اسمه شرايح. طيب اه خليني اول نشتري الصنف بس عشان يبقى عندنا منه كمية. هنشتري اه الصنف ده. نشتري امية بسعر عشرة. هبيع وليكن هنا باتناشر. وهنا باحداشر ونص. وهنا باحداشر. وهنا با عشرة خمسة وسبعين. وهنا با عشرة ونص. ده اقل لحيجة اقدر ابيع بيها يعني. طيب. اه نحفز كده. خليب بعد نرجع الانشآت الاصناف تاني. اه عندي هنا طبعا هو هنا في 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 سعرين من الزهرين لي. عشان انا مش معلم على السمح باننا اه ابيع منهم او اتعمل معهم. اه لو حبيت ازر السنة اللي انا وسهر نص جملة والجملة. يبقى انا محتاجة اخش كده ادادات. ادادة وصل على حالات المستخدمين. اروح للمستخدم اللي انا شغالها عديدة. واجيب ادارة المبيعات. اه فواتير البيع. السمح باقل كده صباح من اقل من من اخذ شرع لما انا علمت عليها دي. السمح باقل من المطاقص كمان. يلا مش مشكلة. عشان بس نشوف بس نتيجة شكلا ايه. للا بقى زهر معي الاسعار كلها. طيب. اه زهر معي هنا عمود اسمه شرايح. الشرايح ده يبتلي نتعامل مع ال 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 الكمية بتاعت ال اه اه البيع. طيب اه 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 لو انا قلت مسلا ان انا هبيع اه 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 من هنا وكنا هل نبتلي من هنا. دول اللي انا هبيع ايه اه 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 اطبا انا هنا ثلاثين. حفز. طيب نشوف ده هتفرب معانا ايه في فتورة البيع. تعال ابيع. ده عميل لقطة. فهنبيع له. ودع طبعه واقفل هنا على مستهلك لان العميل ده مستهلك. خبت لك انا ما درش اغير دي. قوضة افتراض يعني. اه احبيه الصنف ده. كتب لي هنا كام اتناشر. طيب لو انا بقيت خمسة كتب لي اتناشر. طيب لو انا بقيت خمسة كتب لي اتناشر. طيب لو بقيت عشرة. انتقل الكام لوحده لحداشر ونص. بص شفت وزائد. انتقلني هنا للسعر التاني اللي هو يعتبر كده انا بعملك انه نص تجاري. ليه? لانه عد الشريحة بتاعة ايه? العشرة. بس السطر الشريحة العراجية دي ما تتمينيش في حاجة. ازا انا هتكلم من اول هنا. من اول عشرة انا بقادر اتعامل معاه على انه نص تجاري. فحسب في حسبه لكام ان انا هبيع بحداشر نص. واخد بالك ان انا مش هقدر اغير السعر. ليه? لانه شكل بالشريح يبقى ما ينفعش اغير السعر خصوصا لما يكون عميل مستهلك. طيب تعال اقول له خمستاشر. خمستاشر حتى هني بحطي للسعر كم? حداشر. طيب لو قلت له هنا هبقى كمية عشرين. حطي له عشر خمسة وسبعين. هبقى الكمية تلاتين. هدي هنا بعشرة ونص. ماشي? يبقى حبز حبز دخلت الكمية بسعر. اه كمية كذا في سعر كام? عشرة ونص. ازا هو هنا اه هيبيع اه حسب الشراعي. يعني السعر حسب الشريحة. اه الشريحة. يعني انا اه مش هقدر اتحكم في السعر. السعر مش بتاعي. مش انا متحكم في ايه? انا بتحكم فقط في الكمية. وبناء على هزيه الكمية اجباري هو هيحدد السعر حسب الكمية.